تنضي الدولة بخطة حثيثة في مشروع السواب الزراعية في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرأي المزيد في سياق هذا التقرير بهدف تقليل الفجوة الغذائية وخفض أسعار المنتجات المحلية بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه تنفذ مصر مشروع إنشاء مائة ألف فدان من الصعوب الزراعية في إطار خطة طموحة لحماية الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك اهتمام كبير أولته الدولة لهذا المشروع القومي الذي يتم إنشاؤه وفق أحدث الأسليب العلمية والتكنولوجية وهو ما ظهر جاليا في توجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من المشروع القومي للصعوب الزراعية العام الماضي إحنا قلنا سنستمر على أن نكمل مشروعنا للمئة ألف فدان صعوب واللي هو بيدخل مصر زي ما تقال من الناس اللي اتكلمت في تاني أكبر دولة في العالم في مشروع زراعية زي كده أنا بقول للمصريين اللي بيسمعوني والناس اللي موجودة معانا هنا هل ده ما يخلكمش دايما شعرين بالفخر والسعادة لأن اللي بتعمل كده مصر يعني اللي بيعمل كده مصر واللي شغالين هنا هتشوفهم دلوقتي شباب مصري واللي قام بالشغل ده برضو دايما أقول أن اللي بيقوم بإقدارة الموضوع يمكن يكون الجهاز العسكري لكن كل اللي قامين على الشغل مصريين من شبابنا ومن شباتنا هنا شغالين معانا يا طارد ده ما بيحسناش أن احنا بنتحرك بخطة جيدة جهات عديدة تتعاون وتتشارك فيما بينها لإنجاز هذا المشروع الضخم ومن بين هذه الجهات الشركة الوطنية طول الزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي تقوم بإنشاء وزراعات 7100 صوبة زراعية في عدة مواقع بإجمالي مساحة 34 ألف فدان في مناطق متعددة من بين هذه المواقع قاعدة محمد نجيب العسكرية حيث يتم بناء ألف البيوت الزراعية على مساحة 4900 فدان أما الموقع الثاني ويقع شمال مدينة العشر من رمضان على مساحة 2500 فدان حيث تم التخطيط لإنشاء عدد 576 بيتا زراعيا والموقع الثالث يقع جنوب منطقة أبو سلطان على مساحة 12500 فدان ويتم فيه إنشاء 2374 بيتا زراعيا أما الموقع الرابع بقرية الأمل ويقع في منطقة القنطرة شرق والذي يتضمن رفع كفاءة وتطوير 529 صوبة زراعية المرحلة الأولى للمشروع توفر حجما من العمالة تقدر بـ 40500 فرصة عمل موزعة بالمواقع المختلفة للمشروع كما تحقق الزراعات المحمية ترشيدا في استخدام مياه الرية عن الزراعات المكشوفة بنسبة 50% في استوبات العادية مع زيادة في الإنتاجية تعادل ثلاثة أمثال بينما تحقق استوبات عالية التكنولوجيا ترشيدا في مياه الرية بنسبة 90% مع زيادة في الإنتاجية تعادل 6 أمثال الإنتاجية في ذات المساحة من الزراعات المكشوفة كل هذه العوامل تجعل مصر رائدة في هذا المجال بالنسبة للمنطقة وعلى صعيد قارة أفريقيا التي تمثل الأمل لتأمين الغذاء للملايين حول العالم